السلام عليكم متاحية طيب الكل محبين قناة كريم كسرعين ما كنتم مرحبا بكم عام جديد. في هذا الفيديو جيت نوضح جوجة دي الامر مهمين. الموضوع اللول نتكلمه على المساعدة جديدة لصدقة له الحكومة الاسبانية واللي ستوصل لحسن مياد الأورو لكل طفل. نوضح جميع النقاط والأسر اللي ستستفد من هذه المساعدة هذه. والموضوع التاني نتكلمه على الباخة دي الباترنيداد التجديد اللي وقع في هذه الباخة. نوضح مجموعة من الامر العلقة عند بعض الناس اللي مفاهمين شهادة القضية هذه. يعني ما كيتزاد عندك مولود شنو الحق اللي كيكون عندك سواء أب أو أم. أنا وضح لجميع النقاط الخاصة بهذا الموضوع دا وتمشيوا فاهمين كل شيء إن شاء الله. كانت نتظر منكم حاجة وحدة. أنكم دلونا لايك بزاف والبرتاج للفيديو ويلا نبدأ. إذن الإخوان والأخوات كيف ما قلنا غنتكلموا على جديد الأمور إن شاء الله. هنتكلموا للمساعدة الجديدة لصدقة له الحكومة الإسبانية. هذه المساعدة هذه خاصة بالأسر لعني عندها وحد دخل اللي هو كما كان قوله دخل محدود. ولكن اللي يزوين في هذه المساعدة دي أنه ستستفد منه وحد عدد كبير دي الناس. تقريبا كل شيء ستستفد. أنا مشي هذا هو أول فيديو سنتكلم في هذا الموضوع دا. دي ستكلمت في هذا الموضوع دا. وضحت نقاط خاصة منك كان بقي الأمور يعني في الدراسة عند آآ في البرلمان. ولكن ده تمت المساعدة عليه وهددخل حيث تنفيذ. إي ابتداء من الفين واثنين وعشرين ستستفده تقريبا جميع الأسر. لماذا أقول جميع الأسر لأن الصقف اللي محدد في الدخل دي الأسرة يعني كيف سمح أنه قليل أحدة كبير دي الأسر أنهم غضي السفده. الحاجة اللي مهمة هي شكول اللي غضي السفد وكيف غضي أطلبوها. هذا هو موجود الأسئلة اللي كدور في الراس دي لبنزاف دي الناس الليอยمعين جاناها في إسبانيا. شكول اللي غضي السفد وفين غضي أطلبوها. هذا الشي بجهت ما باش نوضح تح meng Cemل أحد النقاط هذه في هذا الفيديو هذا.Gاهي immersion يعني partners في هذا الفيديو هدَ. شكول اللي غض واحد الأسرة مكونة من رجل ومرأة وعندهم دراري خدمين بجوج أو خدم واحد كيدخلوا 2667 للأورو في الشهر سواء واحد أو بجوج بهم إلا كانوا كيدخلوا 2667 للتحت كلهم هيكونوا مستفدين لكيدخل 2667 للفوق مما غادش يستفد هذا هو السقف وغالب إحنا كنعرف بصفة عامة أن الناس اللي كيعيشون في إسبانيا الدخل اللي يلوم يعني رهبين 1200 أو 300 أو 1500 للأورو شهريان 1700 حسن الأحوال كندرو على صافي الدخل الصافي مثلا كندروش على الإجمالي والدخل الصافي خدم هو ومرتو هو كيشد 1200 مرتو كتشد مثلا 1100 بجوج بهم غادي يكونوا مستفدي كيفاش غا تفرق هات المساعدة هذي مثلا احنا قلنا السقف 2667 للأورو إلا فتها ما عتتخلصهاش قل منها كلكم غادي تستفدوا وكينا حسن 100 للأورو كينا 70 للأورو وكينا 50 للأورو طبعا حسب الشي اللي غا نتقسم معكم شكون اللي غا يدي مياد الأورو كل شي عندي هنا مش جل الناس اللي غا يقدروا يديه مياد الأورو هما الناس اللي عندهم درير أقل من 3 سنوات نعم أقل من 3 سنوات اللي عندهم درير أقل من 3 سنوات عندك درير يجوج 3 ما يكيهمش أي طفل عنده أقل من 3 سنوات هتتخلص عليهم مياد الأورو الأطفال اللي غا ياخدوا 70 للأورو هما اللي عندهم بين تلسنين والسبسمين هدو كل هدو كل هكل سبيعن أورو ولكن التفل يليك العمار د cabinets بما بين تلسنين والسبسمين يعني 3ه ولا 4ه ولا خمسة ولا 6ه هدو كلهم هدو كل هدو كل هدو كل هدو الليوم سبيعن للأورو والفي حالة د הפ trustworthy هدت خد令 الطفل خمسين للأورو فوق عش otros لك انه اطفال العمر دêm هم كيتجوز السسنين حتى 18 سنة يعني عندك الدراري ما بين السسنين حتى 18 سنة فهذا ستخلص اليوم 50 للأورو. شحال ما كنوا عند بديل الدراري. يعني هكذا تقسمت. 100 للأورو الأطفال أقل من 3 سنوات. 70 للأورو الأطفال ما بين 3 و 6 سنوات. و 50 للأورو ما بين يعني 6 و 8 سنة. هذا هو التقسيم جديد للمساعدة جديدة اللي صدقت عليها الحكومة الإسبانية. واللي قلنا يعني تقريبا جميع العائلات غد يستفدو. اللي الناس اللي كيدخلوا يعني العدد الإجمالي السنوي اللي خصيك ما تفوتوش هو 32 أورو فاصيلة 100. إلا ما فتش هذا العدد هذا سنويا. وإحنا كنعرفه أن غالب يدي الناس راما كيف وتشتها 24 ألف أورو. راما معروفة هذه. إذا تقريبا كل شيء غادي يستفد من هذه المساعدة جديدة اللي صادقت علي الحكومة الإسبانية اللي هاتف الحيث تنفيذ من ابتداء من يناير 2022. غايقول للناس ده عرفنا شكل غادي يستفد. كيفاش غادي نستفدو؟ كيفاش غادي نديرو؟ هاد المساعدة دي كتتطلب عن السيغوريدات السوسيال. كتتشوت سيتا وكتطلب هاد المساعدة دي جديدة اللي صادقت عليها الحكومة الإسبانية. موضوع سهل. يعني كتبشي غادي نتايا بالنية ديالك بولا اللي برو فاميليار وصافي وكتطلبها. وطبعا الحل يطلبوك شي وراء قرين يعني أنت رأى أدرا اني غادي كنتم. ما غادي يقولك شونه كيحتاجه بالضبط الباب بيليس اللي يخصي تكون عندك. ما اللي مهم را هو النية واللي برو فاميليار ولا الدخل ديالك يعني في النومينا. إذا الأمر كان دون واضحة بالنسبة لها النقطة هذي الخاصة بهذه المساعدة جديدة اللي غادي يستفدو منا. عدد كبير هنا مشي فلوس بزاف ولكن كيما كنقول احنا باسبانية. حسن منوالو. واخا هذي دو وزنا. الموضوع الثاني هو بخادي باترنيداد. واحد الحاجة مهمة تخصمها معكم في القضية هذي. كتعرفوا أن الحكومة الإسبانية منيك تزاد عندك شي مولود سواء مرأ او راجل كتعطيك يعني كنت كتعطيك تنصر سيمانة. عندك ستصر سيمانة ديال البخادي باترنيداد. سواء المرأ او الراجل اللي يخدامين بحال بحال. استصر سيمانة هي اللي يصدقوا عليها. الدراسة حاليا في 2022 غادي تموا يدرسوا واش كان في الامكان دياله ان الاستصر سيمانة يزيدوا اكتر. انا ما بغيش نقول اشهر ما بغوا يزيدوا فيها. يعني كتر ما استصر سيمانة. ولكن هذيك بقى في الدراسة. اما الحاجة اللي مصدقين اليها هي استصر سيمانة حاليا تقريبا كتجي. ماشي ربعة شهر ولكن تقريبا اربعة شهر. اي واحد زاد عنده مولود كي يخد يعني استصر سيمانة ديالالراحة. سواء مره ولا راجل الخدام. واحد الحاجة اللي ما عرفينه بزا في الناس وهي اللي انت قسمها معكم دبات تهيان والضحاء. شنو هي المرأ اللي حاملة. وعند ذاتها هي بخات الماتر نيضاد عند ذاتها استصر سيمانة طبعا منك تولد. ولكن كنا واحد الحاجة المهمة ان المرأة الحاملة بلا من هضر على البخات اللي كعطيها الطبيب. إلا بغتية قبل ما تولد بربعة سيمانة. باقي إلا مثلا اربعة سيمانة عادها تولد عند الحق تطلب البخات للماترينة للديالة وخب مازال ما ولدتش. هالك استصر سيمانة ربعة سيمانة قبل ما تولد تقدر تاخد كل مصافينا بغت ان ناخد الماترينة ديالي من دابة. وكي قطعوه لامدك استصر سيمانة. يعني إلا اخدت ربعات سيمانة قبل ما تولد وولدات من بعد كتبقالها في المجموع يعني تناسر سيمانة. يعني هذه بالنسبة للأم تقدر تاخدها قبل ما تولد. بلا من هضروا على البخاء اللي كي يعطيك الطبيب. إذا كان طبيب ما يعطيك بخاء الحالة ديك صحية. ربما غالبا أنا بزاف الانساء ما يكونوا خدمين في شيء تين داك تبيعه وتشريه ولا. كتبقى حتى آخر المطافة كتبشي تولد. فهذه النساء هدو يقدر عندك الحق تقول أنا بغيت ناخد البخاء المترنية ديالي بالنسبة للمرأة. أربعة سيمانة باقمة باش تولدي تاخدها يعني هذه قانونية تقدر تاخدها. تطلب مشنالك ديك. تاخد سيتا في السورة السوسيال أو تدفعها طبعا هدية الطريقة سواء الرجل أو المرأة. الرجل يعني مني كتولد مرته عنده استصر شبانة ديال راحة. طريقة سهلة يعني كياخد لبرو فاميلير ديالو النية ديالو كوينتة بنكارية وكيمشي للسورة السوسيال كيشبار سيتا طبعا الحال. ولا عنده كنت عنده يعني هذيك السورة ديال ديخيطة لقدر تطلبها من الانترنت من الدار. أما سينو تمشي للسورة السوسيال وتدي فيه ديك لبرو فامي تدي فيه ديك يعني النية ديالك والنمرة تكون تفاشي غدي خلصوك. وغادي بقى يخلصوك. إما كل شهر وإما دقة واحدة تلفينة. شوف انتش انو درتي معاهم. يعني هذي بالنسبة الناس ما عرفت. طبعا كينا بزاد ناس كيقولو وبالنسبة الاوتونومو. الناس الشروط اللي كتتطبق على الناس العاديين كتتطبق على اوتونومو بحال بحال. نفس الشروط نفس الازراءات نفس الامور خاصة بالبخاء ديالباترنيد والماترنيدات. المرأة اللي ما خد دامش كينا ب مرأة اللي ما خد دامش را ما ندوله. را ما خد دامش را ولدات راها في دارها. ما عندها شي حاجة. طبعا هذه الحالة. اما الفلوس كيتخلص اللي خد دام سواء كان مرأة او رجل. احنا اقول الفرق اللي كينا ان المرأة قبل ما تولد بربعة سيمانة تبغى تاخدها تحبس تقدر تاخدها يعني من حقها وهذه الناس ما كانش عارفينها. طبعا كندون وقيلة هاد الموضوع دا ووضحتهم زيان. يعني لا فين تطلبوها ولا كيفاش ولا يعني لمدة. وحاجة اخرى. اه باش ما نن ساش. استثر سيمانة اللي كيتعطيك متلا بالنسبة الراجل عنده استثر سيمانة ياك. الى ما تتاخد ربعة سيمانة وترجع تخدم. مزيان. قدرت تفهم مع الشركة تخطر ديرها. تاخد ربعة سيمانة ترحها ترجع تخدم. كنت تحبس. من بعد تاخد ربعة سيمانة اخرى. او سينة. من بعد عوتي تاخد ربعة سيمانة اخرى. ما كيهيمش مشكلة. قدرت تقسمها كيفما بغيتي اولة تشدها يعني نيشان. وكيفما قولنا دائما الهدف من هاد اه الراحة هادي اللي كتعطي الاسبانية للرجال بالدرجة الولى مثلا باش يقلسوا مع اه نسادي لهم اولادهم. الهدف هو انك تشارك يعني مع المرأة ديالك ومع المولود الجديد هادك الحياة الاسرية والعاطفة دي الاب ويكون قريب من اولادك وتعاون مرتك على امور ديالتار قباعد الحل بما ان المرأة كتكون بقايا الله ولدته. فهدا هو الهدف ان الاب يتعطاله هاد مدة دي كاملة باش يشارك مع الام وشارك يعني يتقسمه ديك شي كامل اللي عنده علاقة بالبيبي باش البيبي كيكبر في حد الجو يعني يعني كي يلقى الحنان لاب والام في نفس الوقت يعني كي شم ريحتهم بجوج ماشي باش يمشي يحط رجل الفرجل للقهوة ويقاتل منهار كامل عاد يرجع للدار هادي اللي قلت انا في الفيديو الاخور وكن عاود نكررها مرة اخرى الهدف منه ان يكون تشاركوا مع الاسرة الصغيرة ديالكم ديك الفرحة وديك الجو ودك يعني هذا هو الهدف اللي بغاية الدولة انها تعطي الراحة رجال مع النساء ديالهم طبعا على المادرية اللي هي طرابة خضورة طبعا باش تعطي الوقت الكافي ايبن ديالها من بعد يعني واحد اصطر سيمانة عاد تمشي يتخدم بعدي كل مولود يعني شوية شد راسهم مزيحا كان دون وضحت جميع النقاط الخاصة بهذا الموضوع هذا ما بقى ليه منظيف كانت سنم يكون فقط لايكات ديالكم والبرتاج على وسنية قطاع حساب فيديو القديم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته